الترجي واصل سلسلة الانتصارات في البطولة والصدارة والبقى فيها والحمد لله ضد نجم المتلوي خارج الديار بأقدام في دقيقة 27 العائم من ثم في دقيقة 86 قبل ما يوفى الماتج زدامي ذيف الهدف الثاني والإطمانان على النتيجة بيا ثلاث نقاط ثمينة جدا والمواصلة على رباق الريهانات بمعنويات مرتفعة إلا قادم التحديات ضد النجم الرياضي الساحلي في الشامبيونز ديجة الإفريقية في دور المجموعات وفي أول جولة في أنهار السبت إن شاء الله يلعب فيها الترجي نهار 25 نوفمبر الخمسة متع العشية بإذن الله على ملعب حماد العقربي بردس عود الآخر التطورات بخصوص النجم الأردني محمد أبو زريق المعروف بشرارة اللي توجه إلى لجنة النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ويختار أنه يمر من الباب الضيق في مسيرة الترجي العريق بدون أي إضافة بلا أهداف وتتويجات وبلا أي حب تجاه الجماهير الترجية التي تعشق من يسجل ومن يبقى وفيا لمقاضات الفريق للأسف الذي قرر التخلي عن جهود هذا الموسم حسب اعتباره واعتقاده كشف مصدر من داخل الترجي في حديث اليوم الأحد نشرار فساخ العقد من جانب واحد مطالبا في القضية اللي ارفحها ضد الفريق الترجي بالحصول على مستحقاته المادية كاملة وهي خطوة قانونية مشروعة للعب الأجنب عند عدم تأدية مستحقاتهم من طرف الأندية وضاف المصدر نفسه أن اللجنة القانونية للترجي تحركت برئاسة المحامي رياضة تويتي تدرس ملف شرار جيدا وتستعد لتقديم كل المعطيات والإثباتات التي من شاني أن تضمن حقوق النادي العريق عند صدور قرار الاتحاد الدولي في الأيام القليلة القادمة خصوصا نيلنو الأحمر والأصفر بات معرضا لغرامات مادية ثقيلة بسبب هذه القضية وكان الترجي قرر استبعد لعب الدولي الأردني عن قايمة فريق الموسم الحالي والأسباب بسبب الأمور الصحية إصابته المتكررة اللي منعته من تثبيت نفسه في تشكيلة الفريق وهو ما لم يقبله شرارة الذي عبر عن رغبته في الاستمرار مع الترجي ورفض في البداية مقترح لدارة لفصخ عقده بشكل ودي ورفض أي انتقال أو إعارة ذكروا أن الترجي في الميركات الصيفي قدم أكثر من أسماق قعد تعطي في البلوس وتقدم من بينهم رودريغ ورودريغازي أنساسي وبقية الملعبية كما الدربالي وكما غيرهم من الملعبية اللي قاعدة تحاول إنها تفرض روحة في التشكيلة شرارة اللي جاء وربي يهدي السبب نبي المعلول المدرب السابق للترجي هو سبب مجيء اللعب هذا كان بلا روح وبلا جرينتا وبلا أي عمل مجرد إصابات وتعطيل الفريق الاحترافي أكيد عنا ثقة في الإدارة القانونية للترجي بشتخوا حقها وتتعدى وتتجاوز هالأمور هذه بشتركز في المستحقات الأهم محليا وقريا ختاما السواد الترجية في كرة اليد كلا عادة جيب الانتصار ديما كي تسمع الهون تلعب في الترجي عينكم غمضة وتقول ربح ما شاء الله تبارك الرحمن في درب العاص مالبارح بين الإفريقي والترجي طبعا لصالح الأحمر والأصفر بنتيجة 16 عشرين حقق الانتصار في دربي كان صعيب لكن الترجي اتشبث بالانتصار كلا عادة ترجمة نانسي قنقر